وانا كنت بقول لك بعد اذن سيادتك ما تخليش التطلع البرجوازي يفسد سلوكك ويكسر شخصيتك ويكسرك قدام نفسك طيب تطلع برجوازي اللي هو ايه عم يوسف يعني عايز تقول ليه فكرة ان انا عايز اروح المطعم الفلاني علشان ابقى ان ابقى مختلف ابقى من ضمن الايكلاس وكرمت الكريمة او اروح البلاج العلاني علشان مش عارف نفس الاسباب التفهى كون يسمى تطلعات برجوازي تفهى وجوفاء ومش هتضف لك شيء خصوصا خصوصا بعض القرى اللي في الساحل الشمالي وهنا تشوف الفروق بقى ما بين حاجة زي العالمين الجديدة بتاعت كل الناس وما بين الناس اللي بتقعد تتنك عليك بفلوسك فلوسك عايز تروح مطعم بعض المطعم عملت كده بعض البلاجات عملت كده ودي حاجة ما بتحصلش في الدنيا لا في اوروبا ولا في امريكا ولا في موريشوس ولا في مش عارف يقولك قالوه بسال خير عايز احجز مثلا ان الترابيزة ليا انا واصدقائي انا ومراطي وعيالي العدد كامل عدد ستة اه تمام طب حضرتك ممكن تبعث لنا الانستجرام بتاعك انا افهم انك لما بتقول اما بقولك انا عايز احجز فتقولي لازم تحط ديبوزيت تحط مثلا مبلغ تحت الحساب احنا حاجزلك الترابيزة على اسمك يعني مفهوم ده شغل دي اتجارة تمام تقولي مثلا والله حضرتك بتخش على تبعاتلك لينك دلوقتي تخش عليه بتحط مثلا المبلغ ده ونحجز لحضرتك الترابيزة ترابيزة بس خد بالك يا فندم الترابيزة بتفضل مثلا محجوزة لحد الساعة تسعة بالليل بعد كده بنضطر ان يلغي طبه المبلغ اللي انا دفعت وبنرده لحضرتك فررا على الحساب ده كلام انا فهمه فهمه جدا لكن ما طعم ولا بلاج يقولي ابعتلي الانستجرام بتاعك والانستجرام بتاع المدام والأولاد ليه وانستجرام المدام والأولاد ليه ومبتعي ليه ليه وانستجرام المدام والأولاد اللي بيتكلم ده او البنت خنفة وازم يكلموك كده كده هما بقوا شيك عشقية قوي عفريد جايبين الديب من ديله دول صفوت المجتمع اللي بيتكلمهم مع صفوت المجتمع يعني انت بتحس انه اللي بيكلمك ده الموظف وموظف شقان بالمناسبة الشقان ده بيحسك انه سيدك وتج راسك كويس بتقوله اه طيب وتلاقي ناس تقوله طيب حاضر لك حياتك هتبعاته هبعط لك رقم واتساب اللي بتبعات عليل انستجرام بتاع حضرتك وبتاع المدام والأولاد ده بيعملولك كشف هيئة قبل ما حضرتك قبل ما تخطي العتمة طيب ده بيحصل فين ادخن مطاعم واتخن اماكن في الدنيا ما بيعملوش كده اغلق أماكن في الدنيا ما بيعملوش كده انت ازاي تسمح لنفسك انك تتعامل مع الناس بالاشكال دي تتفرج على سوق ابقى الأكاون بتاعي برايفت مش عاوز حد يتفرج عليه انا اشيل البرايفسي واسمح لك تخش يا نهار اسوخ للدرجات دي انا مكسور مزلول عشان يخش مطعم ولا روح بلاج ايه جماعة الهبل ده وازاي يتم السمح بدا اصلا ده له تحضر وله رقي ده منتهى الانحطاط الاخلاقي والاجتماعي منتهى الانحطاط